الشيخ الطابلوي بقى بعد رفض سبع مرات في السبع السنين وسنتين كده كان واخد على خاطره من اللجنة قرر ان هو يروح تاني او اقتنع يعني بطلب اللجنة ان هو يروح قدامها تاني بين سنة سبعين مظبوط راح لقى الشيخ الغزالي قاعد ومعه الله أعلم يعني فعلا اللجنة تغيرت فاطبعا لهذا واجادة في الأداء فاعتمد في الإزاع اعتمد في الإزاع يعني انتقل من دايرة لدايرة بدل الدايرة اللي هي الناس القعدة الشعبية أصبح دا صوته يتجاوز إلى الدول المحيطة وإلى المكان في هذه السنة انتقل عبد الناصر في سنة السبعين نعم وجه بعديه أنور السادات وأنور السادات كان يحب صوت أو لما سمعه في الإزاع كان يحب خالص من عم الشيخ الطابلاء وبعدين حصلت حاجات في حياة الشيخ الطابلوي زي ما تقول ما حصلتش لحدة قبل كده من المنح الإلهية والأفضل الصمدانية يعني حاجة تفرد الشيخ الطابلوي بها حاجة دا ما بتقول الكرامة المدخرة لحامل القرآني الكرامة المدخرة فكانت له كرامات بقى مش كرامة واحدة مدخرة من ضمنها ومن العجائب إنه هو سافر ومين بقى كان الملك فيه صلى الله يرحمه كرامات سنة 1975 لما قتله الولد المجرم ده مزبوط فتولى من معده بملك خالد ابن عبد العزيز في عصر الملك خالد الشيخ الطابلوي سافر مع الشيخ عبد الباصط إلى السعودية عبد الباصط بقى صيت وكان ليه في الحرم بقى وحاجات زي فاكر أنت صنط وضحا وكذا للأخيرة يعني حاجة إيه سابق للشيخ في الزمم فسافر معه فلقى الناس هناك و المسؤولين و الحشيه بتاعت الملك و الملك عارفينهم قال الله دا الشيخ الطابلوي جات له بقى الكرامة أنه تلا في جاؤ في الكعب الله الشيخ الطابلوي قال القرآن في جوف الكعبة في جوف الكعبة الشيخ كان طول حياته يفتخر بأنه قد قرأ في جوف الكعبة وفعلا دي مزية لم ينالها أحد منح بقى ربانية بنقوله إيه وصمدنية وكرمة مدخرة إلى آخر قالوا له أععد في جوف الكعبة لما دخل وقعد وقرأت القرآن وثلاث قرآن مش مجرد زيارة ودخول وطبرك صلى ركاته وخم وكذا صلى وكل حاجة ودعا وعمل كده ولكن قرأ من جوف الكعبة بحيث أن الناس اللي برا اللي هما بيتشوفوا يدخلوا بس مش عارفين يدخل سمعين صوت القرآن هو ده خارج من إيه من الكعبة فيعني يقول الشيخ الله يرحمه يقولي تقولي شيء في الجنة طبعا تقولي شيء أنا في الجنة الشعور بتاع الجو في الكعبة ده قصة أخرى مع صوت الصوت وإحساس بالجلال والرهبة لا لا ده هو فيه روحانيات بقى أنها محل نظر الله طبعا دي نمر واحد وبعدين مجرد بقى الدعاء مستجاب ما فيش حاجة اسمه يتأخر ليه الدرجاتي؟ أنا عندي تفسير للاستجابة إن ربنا قابلها والتنفيذ ده حاجة تانية لا ده بتتنفيذ استجابة وتنفيذ استجابة وتنفيذ استجابة وتنفيذ فدي مزيئ من المزايا اللي الشيخ ربنا أكرمه بيها وبالقرآن اللي معاه وبأنه هو أسعد وأمتع وأفاد الجماهير دي كلها حتة تانية بقى أعجب من دي أبو الحسن الندوي هناك في الهند فبيسمع الشيخ الطابلاء تماما معرفة مين وزير الأوقاف وهم في رحلتهم إلى الهند زكريا البر الله يرحمه الله فيه زكريا البر راجل عالم وأزهري ومسك وزارة الأوقاف راح الهند الطائرة اتأخرت شوية اتأخروا نص ساعة وهو عندنا حاجة اسمها الخمسة الدبلوماسية خمسة الدبلوماسية يعني ايه؟ يعني انت تتأخر خمس دقائق لكن مش عشر مش ربع ساعة واخد بالك صح خمس دقائق لك نتأخر نص ساعة زكريا لأنه وزيره عارف البروتوكول ده قالهم طب و بعدين احنا كده دخلين على أبو الحسن الندوي والناس ملايين هناك مستمينا هتبقى ورطة نعم ديه نعمل ايه؟ نقدم الشيخ الطبلاوي حال زكي فالشيخ لابس العمة والكاكولة ورحوا مصدرينه وهم وراه فأول أبو الحسن الندوي ما شاف الشيخ الطبلاوي فعلا صحة المكراية بتاعت سيدنا الشيخ زكريان البري وقاله وصل الآن الشيخ محمد الطبلاوي على رأس الوفد المصري خطف النظر وشكاله لا خدش باله من الوزير بقى وبدأ وشعر فيه على رأس الوفد المصري فلنبدأ الاحتفال مرة أخرى فراح عايد الاحتفال من الأول لأن أمة الإلهة لله هناك لما تروح في الهند وعندنا مثلا مؤتمر كده عايزين نجمع الناس تلاقي مثلا اثنين مليون ثلاثة مليون مش بالألاف يعني فالشيخ دخل وقرأ وكله بقى سكت علشان يسمع الشيخ الطبلاوي وفاتة الحكاة دي فانا بس بديلك الإزاعة بتعمل ايه الإزاعة بتجعل هؤلاء الناس في مكانتهم بالرغم ان فيه ناس كتير بس ما انصروش للإزاعة كفاءات كتيرة دولة الالتلاوة في مصر عظيمة جدا وكان رجلا خيرا ولذلك ترك مؤسسة تعمل الخيرات كانت مال يتصب بي علشان ايه يعني دفع هذه الخيرات وكيف يتصب الى المستحقين كان رجل زي ما جده ايده فرطة يعني كان يفعل هذا لوجه الله عمل الخيرات كتيرة حتى هذه المؤسسة منزلت قائمة الى الان رحمة الله ورحمة الله اللهم امين اللهم امين